أنا لسا كنت بقول في البداية بقول أن الست إحنا كستات ما بناخدش القرار يعني أنا ممكن نعود سنة أعدم تبعة وأنا خلاص أنا هتطلق بس إيه بأهل نفسي بأهل نفسي إنه مش موجود بأهل نفسي إن أنا مش هزعل بأهل نفسي إن أنا إيه أبعت شوية عشرة أيام خمستاشر يوم فلما اطلق فمش هيوحشني مش هحس بمشاعر حلوة يعني ما فيه الست بتطلق في اللحظة يعني لا بتبقى مستعدة ولو حصل في اللحظة بتبقى فيه تشوك بعدها يعني ما لا هو قرار صعب جدا مش بس علشان الناس بتتكلم على مشاعرها لكن علشان تبتتكلمي على كيان اجتماعي بيتعد تشكيله من أول وجديد البيت ده هيتعد تشكيل العادات والحركة جواه والانتقالات ما بين الولاد وما بين الأب والأم كل حاجة بتتغير أعتقد إن هي بتبقى مأهلة نفسها الفترة الحالية اللي بتقرر القرار ده لإنها بتبقى فايتر هي دخل حربة عظيمة ضد مجتمع وضد تقاليد وضد نظرة من كل البني أدمين اللي حواليها وضد طلقها وضد طلقها وصحاب طلقها وآهلها كوميونيتي كامل كده حواليك عشان كده أنا بعتبر ده نوع من أنواع البطولة إن هي تاخد قرار زي ده وبصراحة فيه ستات بيرموا نفسهم في النار ويشوفوا إحنا نصبنا إيه بقى إحنا هنرمي نفسنا وناخد القرار ده وهنشوف المجتمع هيعمل فينا إيه وفيه ناس تانيين بيبقوا مستعدين إن هم يواجهوا كل كلمة برد أصعب منه علشان يفوقوا لقصادهم بيستهلكهم وبيستنزفهم بس بعد مرحلة كبيرة من الشوط زي مثلاً أربع خمس سنين الأمور تبقى ساتل تبدأ بقى تتكون التجربة